اشتركوا في القناة بيقدموا فكرة علمية من اختيارهم لمدة 3 دقائق وبيكون في رجنة تحكيم بحيث ان هما بيقيموا الفكرة اللي بتتقدم من ناحية المضمون ومن ناحية طريقة توصيلها ووضحها فكرة المسابقة مش بس ان هما بيتنفسوا على مين اللي يبقى فايز لكن احنا كمان عايزين نشجع الشباب على استخدام التحليل العلمي والتفكير المنطقي في التعامل مع الاحداث اللي بتمر حواليا انا رئيس لجنة تحكيم المسابقة اللي هي مختبر الشهرة بدأت من اربع سنين الحقيقة احنا بنطلبش من الناس اللي المتسابقين هما يكونوا متخصصين في العلوم بمعنى انه احنا بنقول اي حد عنده شغف بالعلوم وحاسس في نفسه الكدرة على التواصل العلمي وإصال المعلومة يتقدم لنا واحنا المسابقة مفتوحة لأي حد من زنة 18 لزنة 35 يتقدم لجنة تحكيم المتحيات أنا اخه young people to be employed this is the first of the heats there are heats up and down the موسيقى على صفحة التحقق من هذه الأنسان سيكون من الأنسان من هذه المنطقة التي ستبقى في سنة الناس اشتركوا في القناة